اشتركوا في القناة ان كان لها دور بارز انعكس على ما يربط الشعبين الشقيقين من اواصر المحبة والمودة والتي اصبح تنموذجا للعلاقات ومثالا يحتذا به علاقات اخوية وطيدة ومتجذرة تميزت على مدى التاريخ بثباتها وصلابتها لتصل الى ما وصلت اليه اليوم فالعلاقات البحرينية الاردنية التي بنيت على اسس التعاون والتواصل المستمر تستمد قوتها من رقبة وحرص حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واخيه عاهل المملكة الاردنية الهاشمية لتزداد عمقا وتطورا لكل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي حتى باتت هذه العلاقات تجسد صورة نموذجية للعلاقات العربية العربية التي تعمل من اجل ارساء مبادئ التعاون العربي المشترك وتوحيد المواقف اتجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والدولية الزيارة المتبادلة التي جمعت مملكة البحرين بشقيقتها المملكة الاردنية الهاشمية اكدت رسوخ ما يربط البلدين من توافق وتفاهم في مختلف الملفات والقضايا العربية والدولية وهو ما يعكس النهج القويم لقادة البلدين الشقيقين في قيادة دفة النماء والتقدم للشعبين الشقيقين في العديد من المجالات الحيوية المشهودة ومنها العسكري والتعليمي والثقافي والتجاري فيما تتشابه مواقف البحرين والاردن تجاه العديد من القضايا العربية والاقليمية والدولية التي ترتكز على مبادئ السلم والامن العالميين وتعزيز حقوق الانسان واحترام الحريات ونبذ التطرف والارهاب علاقات تكاملية وتشاركية تعاون وأخوة ثابتة ومثينة أرسى دعائمها قيادة البلدين من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين